اشتركوا في القناة نادي الاهل واستيناف التدريبات باكتمال الصفوف بعد عودة الدوليين وختام مباريات الاجندة الدولية وختام مباريات منتخبنا الوطني في التصفيات الافريقية المؤهلة لنهايات كأس الامم في المغرب النهاردة الفريق اكتملت الصفوف وانضمت دوليين العائدين بعد المشاركة مع المنتخب الوطني وايضا انضمام يحيي عطية الله بعد مشاركته مع المنتخب المغربي ولكن النهاردة اكتفى الدوليين باداء تدريبات خفيفة واستشفائية في صالة الجيم واكتفى الجهاز الفني بتدريب باقي اللاعبين في ملعب التيتش واجراء تأسيمة قوية صباح اليوم عايزة اطمن حضراتكم كمان بالتأكيد ناس كتير عدد تسأل على وسام ابو علي يمكن الحمد لله احنا مبارح كنا منطمنكم بدري بدري ومن قبل ما لسه يعني اللاعب يكون فيه اي تفاصيل مساء اليوم او مساء الامس وقنا لكم تفاصيل كثيرة وعديدة متعلقة بوسام ابو علي واكدنا لحضراتكم ان ما فيش اي اصابة في الرجبة كما تردد واكتهد البعض دون ان يتأكد من المصادر الرسمية وقنا لحضراتكم ان الاصابة في مشت القدم النهاردة عايز اأكد لحضراتكم ان الاشعات اللي اجراها وسام ابو علي لغاية دلوقتي مطمئنة باذن الله وبنسبة كبيرة يعني ان شاء الله مدة الغياب ممكن تكون قليلة شوية مش مدة كبيرة كما كان يتوقع البعض ممكن في الغالب على مساء اليوم تكون نتاج الاشعات كلها تم يعني التأكد من نتائجها والجهاز الطبي يعلن مدة غياب وسام ابو علي ولكن مبدئيا لم نتكلم مطش الاتحاد السكندري يوم الجمعة بنسبة كبيرة وسام ابو علي مش موجود لكن ان شاء الله الامر هيتوقف عندي الكدمة في مشت القدم البعض بيحاول يكتهدوا بيقول تفاصيل طبية اكبر من كده لما قالوا ان الرجبة وطلعت مش رجبة فقالك اصلا ممكن يكون شرخ مش عارف ليه الناس دايما عايزة تخط يعني الخبر الاسوأ وده انا مش قادر استوعبه في فكرة انك تتكلم على اصابة لعب لازم تنتظر تقرير الجهاز الطبي الاشاعات ونتائجها كل ده مهم جدا في اي عملية طبية او اي فخصات طبية بتجرى لاي لعب ولكن دورنا هنا نوصل لحضراتكم الحقيقة الحقيقة بتقول انه وسام معندوش حاجة في الرجبة اصابة في مشت القدم حتى الان الاشاعات بتأكد ان هي كدمة ولكن النهاردة بإذن الله بالليل بعد ختم الفحصات الطبية هيتم بتأكيد كشف كل التفاصيل من قبل الجهاز الطبي ومن قبل النادي الاهل نفس الامر كنا اكدنا مبارح على ان امام عشور وحسين الشحات وياسر ابراهيم وكذلك رامي ربيع الاربع جاهزين للمباريات الرسمية بدءا من المباريات الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل كولر يختار مين يريح مين يبدأ بمين ده قرار ورؤية فنية للسويسري مرسي الكولر ولكن الناحية الطبية والجاهزية البدنية الاربع الحمد لله في اتم الجاهزية ومنهم ثلاثي لعب المباراة الودية من التمانية واربعين ساعة الماضية ولكن الجهاز الفني فضل انه ريا حرامي وما العبش المباراة الودية اللي الاهل كسبها بثلاثة اهداف مقابل لشي دي كانت بداية لازم ابدأ بها عشان اطمن حضراتكم اكيد على اخبار سريعة متعلقة في فريق الكورة اللي بيستعد المباراة الاتحاد بعد غد الجمعة على استاد السلام وفي سياق الحالة بالتأكيد هتكلم على فكرة نقل المباراة من استاد القاهرة لاستاد السلام في الايام المقبلة لكن وانا ابدأ برنامج الترند لازم اتكلم على بعض الامور اللي طوبيك ومتصدرة السوشيال ميديا ولدرجة ان هي النهاردة ترند ومتصدرة للمنصات والتويتات اللي بتكتب على منصة اكس اول حاجة هبدأ بموضوع للأسف اتصدر بشكل سلبي لجمهور النادي الاهلي فيما يتعلق بواحد من كابتن او كابتن فريق النادي الاهلي وحارس مرمى مصر والنادي الاهلي محمد الشناوي وللأسف اللي بتكلم في ملف تكديد محمد الشناوي انا مش قادر افهم هو عايز يوصل ليه بالزبط هل انت عايز تظلم اللاعب او تتجنى على لاعب كبير عايز تعمل ازمة بينه وبين جمهور النادي الاهلي وتقول ان الشناوي طلب خمسين مليون واربعين مليون وثلاثين مليون انا بقول لحضراتكم لا الشناوي طلب ولا الشناوي اجتمع ولا حصل اعدى بينه وبين كابتن محمد رمضان الايام دي اصلا اقول لكم ازادكم من الشاربت اخر جلسة كان بيتقال بس فيها الكلام كده بنفتح مسألة التجديد قبل الاهلي ما يلعب مباراة السوبر المصري في الامارات شوفوا بقالها ديه بقالها كتير لكن اللي تصدر في الاعلام واللي بيتقال في الاعلام في الاعلام اللي فاتت انا مش قادر افهم الناس عايزة توصل مجال علاقة ما بين الشناوي وجمهور النادي الاهلي لا الشناوي تشرط ولا الناس بتتكلم في الارقام الخزعبلية اللي انتم بتسمعوها بالارقام الكبيرة دي ما حدش تكلم فيها اصلا ولا كابتن محمد رمضان اصلا عرض ارقام مالية على الشناوي ولا الشناوي حتى تتكلم طب الحد الادنى الحد اللي بيتقال في الاعلام ده صدقوني والله السيناريوهات لكنك بتتفرج على فيلم سينمائي واحد قاعد بيكتب سكريبت او واحد سيناست قاعد بيفتكر كده وبيبتكر وبيحط سيناريو وحوار ما بين المدير الرياضي وكابتن النادي الاهلي مش عارف لكن انا عايز انا اكد لحضراتكم ان القصة اللي بتتحكي دي كلها اصلا ما حصلتش والفريح حاليا اندخل على مجموعة مباريات والشناوي كان مع منتخبنا الوطني لكل حادث الحديث وكل شيء في وقته هيتم انجازه وانا افاكر هنا من حوالي حلقتين ثلاثة ثلاثة قلت لحضراتكم مسألة التجديد والتمديد للعيبة هتمشي وفق الرؤية معينة بيحددها المدير الرياضي بالتنصيق مع الكابتن محمود الخطيط التفاصيل بقى اللي بتطلع عن جلسات بتتم وارقام مالية والله يصدقوني الكلام ده اصلا مش حقيقي واحنا هنا دورنا نوضح لحضراتكم الحقيقة ونبقى حقق صد ضد اي واحد بيحاول يفكر بس انه يتكلم على لعب من النادي الاهلي باي صورة خطيئة في ارقام بتتقال على لعبها تانية في اندها تانية ومع ذلك الامور بتتقال بصدر الرحب والارقام بتتسمع بصدر الرحب وتجديد بيتقال كل 3-4 شهور والناس بتعد وبتسمع لكن اول ما تيجي عند ملف تجديد لعب في النادي الاهلي واحد من نجوم وكباتن النادي الاهلي بالاسف يعني بيتعمل من الحبة طيب موضوع تاني عبر ده عايز اروح له وكان توبك على السوشيال ميديا تصريحات لأحد مسؤولي نادي الزمالك اعتراضا على مشاركة مصطفى شبير مع منتخبنا الوطني طبعا مصطفى شبير لعب مع المنتخب وهو واحد من المرشحين اللي جايزة افضل حارس مرمى في قرة افريقيا واحد مرشح ضمن جايزة افضل لاعب في القرة الافريقية يعني انت عايز تقول ان حارس مرمى مرشح لجايزة افضل حارس وافضل لاعب مايلعبش مع المنتخب مش منطقي ولا طبيعي وبعدين لما الشناو ما يكونش موجود مين اللي هيكون بديل على طول اكيد مصطفى شبير يعني هيكون مين تاني يعني طبعا انا مصفق على تصريحات المسؤول في كلامه الغير مسؤول في هذا الشأن بس انا مش عايزة اززمك والله يعني انا مش عايزة اصدر لك صدمة واقول لك اصل الحارس الاول الشناو والحارس التاني مصطفى شبير هتعرف تعدي معاه لغاية كام الحارس التالت حمز علاء حارس المنتخب الولمبي واللي جاي في المستقبل الفترة اللي جاي بعد حمز علاء تلاقي مصطفى بخلوف تعدي معاه لغاية كام نوصل لغاية سن 16 سنة اياد تامر حارس مرمى الاهلي تحت 16 سنة تعدي معاه لغاية كام كل دول حراس دوليين في كل المنتخبات من المنتخب الاول للولمبي السابق للشباب للناشئين حراس كل المنتخبات هم حراس مرمى النادي الاهلي حتى انت لما كنت موجود في جهاز المنتخب كنت بتعتمد على حراس مرمى النادي الاهلي حتى جهاز المنتخب وقتها وانت بتشتغل مع جهاز المنتخب اللي عمل شغل كبير بقيادة العظيم الكابتر حسن شحاتة كان اعتبادكو بنسبة 70-80% على لعب النادي الاهلي على فكرة الشغل الفني ده نتاج مشروع بيحصل جوان النادي الاهلي بس الاهلي بيشتغل من غير ما يقول ولا بيعمل شغل ولا بيقول شعرات لكن نتيجة شغل الاهلي بتشوفه في الملعب تلاقي الشناوي تلاقي مصطفى شبير تلاقي حمز علاء هتلاقي مصطفى مخلوف هتلاقي يا التامر هتلاقي كل الاجيال اللي جاية دي في الفترة اللي جاية تتصدم بقى ما تتصدمش ده حاجة ترجعلك انت لكن اتمنى يعني لما الناس تتكلم على اي لعب او اي حارس مرمى في النادي الاهلي تاخد بالها كويس جدا من كل كلمة بتتقال لان انت دلوقتي بتتكلم على حارس مرمى منتخب مصر المرشح الاول لجائزة افضل حارس في القرى الافريقية وعفضل حارس دي ما بيجيش من فراغ والقرى الافريقية كلها بلا استثناء عرف الجائزة دي نتيجة مستوى واداء ومباريات وبطولات حارس 24 ساعة 24 سنة كان هو حارس عارين النادي الاهلي في بطول الدورة ابطال افريقيا من اول مباراة دول المجموعات حتى المباراة النهائية في ظل غياب الحارس الاول في القرى المصرية كابتن محمد الشناوي وتلعبت مباراة قوية لعبت مع مازينبي في لومنباتشي وحفظ على نظافة شباكو لعبت مع الترجف رادس وحفظ على نظافة شباكو في حراس مرمى بأسماف عندها تانية مجرد بس ما بتسافر تروح لكلغو الدموقراطية واللفتوني سوالة في المغرب بالتلات اربعة تجوان فالاهلي عنده حراس على اعلى مستوى فكرة بقى ان انا مش هوادي لعبت المنتخب انا مستني كل البهوات اللي كانوا بيطلقوا يتكلموا على الوطنية واللي كانوا بيدعوا الوطنية واللي كانوا بيصدروا دايما وبيزايدوا على النادي الاهلي في الدعاء الوطنية في فكرة الاهل لما كان بيقول لعبت هتخش في الاجندة الدولية انا عندي راحة فلعبتي المفوطة قد راحة دلوقتي لما الاهل ساب لعبته راح تلعبت كاس اهم افريقيا وكان الاهل عنده كاس عالم اندية الاعلام وقتها مش عايز اقول لكم كان ازاي بيتكلم على الاهل والمزايدة على النادي الاهل في موضوع الوطنية انا مستني بقى ارد الفعل بعد الكلام الغريب اللي تقالي مبارح على فكرة لعيبة تروح للمنتخب هنناقش قرار نروح للمنتخب ولا ما نروحش للمنتخب مستنى أسمع مستنى أشوف مستنى الموضوعية عند الناس هنا بقى ولا الأمر بيختلف من مكلة آخر ولا الأمر بيختلف حسب الألوان والانتماءات تصريح اللي تقالي مبارح ده ده تصريح كاشف عن مين اللي بيزايد في موضوع الوطنية أصل المنتخب الأولمبي لما كان عايز لعيبة فحنا ممكن نودي اللعيبة لأن الأهل وقتها كان مد راحة للفريق فقال لك أصل الأهل ما بيوديش طب انبارح تصريح صوت وصورة رد فعلكم إيه دلوقتي رد فعلكم إيه وانتوا عندوكم تاريخ كبير جدا في مسألة إزاي النادي الأهلي كان دايما بيحط مصلحة المنتخب قبل مصلحة النادي في المباريات الرسمية اللي كان بيشارك فيها حتى على المستوى الدولي مش المستوى المحلي استنى شوف التعليقات والردود الفعل بس تصريح كاشف لكل الألوان ولكل الآراء اللي كانت بتتكلم في الفترة اللي فاتت والنهاردة وبكرة العملية مش بعيدة هنسمع ردود الأفعال من الطبق ده أروح لموضوع تاني برضو كانت ريند سوشيال ميديا أنا عايز أقول لكم ليلة أمس يعني السوشيال ميديا كانت رايحة جاية على موضوعات مختلفة الموضوع التالت متعلق بواقع حصلت من 14 سنة مثلا محمد ناجي جده لما طلع الكابتن حازم إمامي مبارح وكشف حقائق كانت غايبة عن الجميع واتكلم على الواقع اللي حصلت في مسألة توقيع جده على العقود واتحطت ورقة أكنه مضى على فلوس واستلم فلوس وبالتالي كلام الكابتن حازم مبارح كان في نقطة مهمة جدا قال جده ما خدش فلوس جده مضى العقد ومضى على ورق فاضي اتكتب إنه خد في فلوس ودي كانت فكرة واحد قالها وإحنا قاعدين وفجأت إنها اتعاملت في وجودي أنا وحسام وإبراهيم ولما رحت قدلت بشهادتي قلت شهادت الحق أنا مش أخش النار عشان اللاعب يروح هنا ولا يروح هنا كلمة محترمة من الكابتن حازم إمامي ولكن مين هو الشخص صاحب الفكرة؟ حد سأل نفسه مين اللي فكر الفكرة دي؟ هل بعد الكلام اللي اتقال ده ممكن نعمل زي أوروبا؟ لما فيه وقائع عد عليها 10 سنين و15 سنة وبيجي وقعة بتكشف حقيقة حصلت من الفترة التويلة دي بيتفتح فيها تحييق على فكرة القضية دي اتناشت في الشق الجنائي وتقفلت لكن في الشق الرياضي هل حد فكر يعمل تحييق عشان يعرف الشخص اللي فكر في ده ونفس ده؟ رجع اشتغل في العمل العام ولا مرجعش؟ ما يمكن مسك منصر كبير سواء في نادي أو في اتحاد كورة أو أيا كان عشان لما نعاقب ما تتكررش ولما نعاقب النوعيات اللي زي دي ما تجيش تمسك إدارة الكرة في مصر عشان ما تسببش أزمات وتعمل أزمات كبيرة لأن العقلية اللي بتفكر بالطريقة دي لا يجب أن تتواجد في الوسط الرياضي بس حد فكر وسأل مين؟ ما أعتقدش حد سأل عموما دي كانت أبرز التفاصيل اللي ظهرت على السوشيال ميزا وكان الترند في كل المنصات وفي كل البجات من إمبارح لغاية النهاردة جانب آخر بقى نتمنى النهاردة التوفيق رب المنتخبنا الوطني للناشئين والشباب الناشئين عنده مباراة الساعة ستة مع منتخب تونس ومنتخب الشباب بيلعب في استاد هيئة قناة السويس عنده مباراة مع ليبيا الساعة خمسة بدأت الساعة خمسة على فكرة ماتش اللي بدأ الساعة خمسة الشوت لسه يعني التاني بدأ منذ قليل وما زالت تعادل السلبي بين كلا المنتخبين نتمنى التوفيق المنتخب مصر لازم يكسب ليبيا لو ماكسبش ليبيا عنوضع التصفيات مبكرة عموما دي كانت نقاط مهمة جدا هايزة أبدأ بها حلقة النهاردة لكن في الفقرة الحوارية النهاردة بقى نتناقش في كل اللي انتو سمعتوه في كل الموضوعات اللي انتو دلوقتي قرتوها وسمعتوها وعلقنا عليها النهاردة دفنا في الفقرة الحوارية الناقض الرياضي بالأهرام الرياضي الأستاذ عبد المنعم فاهمي مدير تحرير الأهرام الرياضي عايزة دفنا النهاردة في الفقرة الحوارية عشان نتناقش معاه في كافة التفاصيل والقضايا اللي احنا طرحناها النهاردة وللسه عندي فيها كمان أخبار مهمة جدا هقولها في سياق حلقة النهاردة لكن نبدأ بقى حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة سؤال النهاردة ما رأي حضراتكم في أداء المنتخب الوطني في مبارتي تافيردي وبيتسوانا تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا وصفحة الفيسبوك وعلى انستجرام ومن خلال منصة اكس وفي الجزء الأخير من البرنامج بالتأكيد هستعرض مع حضراتكم رأيكم في أداء منتخبنا في الجولة الخامسة والسادسة والأخيرة في التصويرات المؤهلة لناهيات كأس الأمم لكن نروح للوقت لأهم العنون البداية في ترند الأهلي الأهلي يستاني في تدريباته استعدادة للاتحاد السكندري كمان الأهلي والاتحاد على ملعب السلام لعدم جاهزية استاد القاهرة وفي الترند العالمي جوارتيولا يقترب من التجديد مع مانشستر سيتي قبل مطلع فاصل عندي ليكم خبر مهم جداً ومن مصادر رسمية في الاتحاد الدولي خاص لبرنامج الترند الاتحاد الدولي لكورة الغدم فيفا خصص 40 دعوة تسكرة في اي بي لكل نادي مشارك في كأس فيفا انتر كونتينيلتل اللي هتنظمها الدوحة في الفترة من 11 حتى 18 من شهر ديسمبر القادم الأهل عنده مباراة على ملعب 9-7-4-14 ديسمبر أمام الفائز من لقاء باتشوكا المكسيكي مع تليت كومينيرو البرازيلي وبوتفوجو البرازيلي والفائز من الثلاثي سيواجه الأهل يوم 14 ديسمبر تم تخصيص 40 تسكرة دعوة في اي بي للنادي الأهلي ده بخلاف عرض التذاكر اللي ممكن كنادي تشتريها قبل فتح منصة الفيفا غداً للجماهير ولكن تقديراً من الفيفا والاتحاد الدولي لكل الأندية المشاركة ريال مدريل، الأهلي، باتشوكا المكسيكي، تليت كومينيرو، باتفوجو البرازيلي كل الأندية، كل نادي تم تخصيص لي 40 دعوة بتتدرق طبعاً الدعوات حسب الكاتجري من VVIP والVIP والجيت وان بالنسبة لي مساحات التذاكر اللي هيتم منحها للأندية المشاركة تقديراً من الاتحاد الدولي على الدور اللي قامت بها هذه الأندية أو هؤلاء الأندية في المستوى القري من خلال مشاركتها الجيدة على المستوى القري في الفترات الأخيرة وبالتالي تواجدها في هذا المحفل الكبير بالمناسبة كمان بكرة الساعة عشر صباحاً في اجتماع مهم جداً للاتحاد الدولي أيضاً مع مسؤولي النادي الأهل هيرأس وفد الأهل جداً في الاجتماع المهندس خالد مرتجي أمين صندوق مجلس إدارة النادي الأهلي ودكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي وكمان عدد من الإدارات التنفيذية كابتن محمد رمضان المدير الرياضي دكتور أحمد جبالة طبيب الفريق كابتن سمير عدلي مدير الإداري الكابتن علاء صلاح حناني الزيني ماهر عبد العزيز كافة التحجيرات الهمة الخاصة بالتحجير لهذه البطولة وأيضاً يوم الاثنين المقبل في اجتماع مهم جداً مع الاتحاد الدولي ولكن بشأن منديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية ده كان خبر مهم جداً لازم أبدأ به فقرة توب نيوز قبل مطلع إلى فاصل عموماً نخرج إلى فاصل ثم نواصل طيب هتكلم بالتأكيد تاني على الخبر المهم جداً هو الخبر الأبرز النهاردة في برنامج التريند ويمكن من مصادرنا في الاتحاد الدولي وده خاص للتريند من الفيفا إن الاتحاد الدولي لقرة القدم خصص 40 تسقرة دعوة في اي بي لكل الأندية المشاركة في بطولة فيفا كأس الفيفا انتر كونتيننتل كل نادي هيكل 40 دعوة وده بالتأكيد تقديراً من الاتحاد الدولي لكل الأندية المشاركة في هذه البطولة اللي بالمناسبة تم فتح باب التذاكر من خلال منصصة فيفا على دفعتين يوم 14 نوفمبر اللي حاملة تطاقات فيزا وغداً 21 نوفمبر لكافة الجماهير ولكن الأهلي ريال مدريد باتشوكا المكسيكي أتليت كومينيرو البرازيلي باتفوجو البرازيلي الفائز منهم في نهاية كوبيا لبرتادورس اللي يواجه باتشوكا يوم 11 ديسمبر تم تخصيص لكل نادي من الأندية دي 40 دعوة طبعاً في مختلف بقى الأماكن تتكلم بقى في منصة الفي في آي بي ومنصة الفي آي بي وفي الجيت اي بالنسبة للدرجة الأولى للأندية اللي هتكون متواجدة بإذن الله في قطر خلال الفترة اللي جاية ريال مدريد هيصل يوم 16 ديسمبر عشان نلعب يوم 18 الأهل هيسافر قطر يوم 10 ديسمبر ودي موعيد احنا كنا ذكرناها قبل كده طب استكمالاً لفكرة التحضير لقطر بكرة الساعة 10 صباحاً هناك اجتماع للاتحاد الدولي فيفا مع مسؤولي النادي الأهلي عبر الفيديو كونفرنس وفي هذا الاجتماع هيمثل وفد الأهلي وفد رفيع المستوى بقيادة الأستاذ والمهندس خالد مرتجي أمين صندوق مجلس إدارة النادي الأهلي دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي وعدد من الإدارات التنفيذية اللي بالتأكيد متمثلة في هذا الاجتماع بالإضافة إلى وجود الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي دكتور أحمد جابالة طبيب فريق النادي الأهلي الكابتن علاء صلاح المنصق الأمني لقطاع الكورة وأيضا كمان الكابتن سمير عدلي المدير الإداري خلية عمل وخلية نحل كبيرة جدا هتتم من خلال هذا الاجتماع وعدد من مسؤولي النادي الأهلي كمان لأستاذ الحران الزيني الكابتن ماهر عبد العزيز وأكيد شغلة يبقى موجود جدا للترتيبات لرحلة الأهلي إلى قطر والشق الإداري اللي بيتم للتحضير في هذه الرحلة وأكيد كنا انفردنا لحضراتكم بتفاصيل كثيرة جدا متعلقة بأجواء والتحضير من خلال ورشة عمل وقيمت في قطر الفترة الماضية واللي كان حضرها الكابتن سمير عدلي المدير الإداري وممكن الجلسة دي شاهدت وانا قلت دا للمرة اللي فاتت يعني إشادة كبيرة جدا من الاتحاد الدولي على تنظيم الأهلي لمباراة الأهلي والعين والتنظيم اللي تمت في استاذ القاهرة كان الفيفا منباهر جدا بشكل التنظيم والبروتوكول اللي تنفس فيه تسليم الجوائز كأس البطولة كأس القرارات الثلاثة وأيضا كمان الميداليات السهبية للنادي الأهلي بعد الفوز على فريق العين كمان عايز أأكد لحضراتكم أن الفرق اللي هتشارك في البطولة مش هتتمرن على ملعب المباراة ملعب تسعة سبعة أربعة مش هيتصدف أي تدريب رئيسي للفرق استاد لوسيل نفس الأمر هيكون فيه مكانية للسماح للفرق بس بالسير قدما كده على الملعب لمدة خمستاشر دي ولكن استاد أو الملعب الفرعية في ملعب الإرسال هي اللي هتستقبل كل التدريبات وتم تحديد موعد التدريبات لكل الفرق يمكن النادي الأهلي مش هيتمرن الصبح خالص في قطر كل تدريبات النادي الأهلي هتكون في الفترة المسائية خلال توابده في قطر من يوم 10 ديسمبر حتى موعد اللقاء الأول وتمنى يا رب يكون فيه لقاء تاني يوم 18 ديسمبر طيب ده جانب متعلق ببطولة فيفا انتر كونتينلتال فيه خبر تاني متعلق باجتماع مع الاتحاد الدولة ولكن بعد في البطولة الأكبر أو البطولة الأعظم بطولة مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 25 نوفمبر يوم الاتنين اللي جاي هيكون فيه اجتماع مهم جدا الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة مع وفد الفيفا عشان آخر التعليمات والترتيبات لمراسم القرع اللي هتقام في ميامي يوم 5 ديسمبر برضو الاجتماع ده هيكون على أعلى مستوى وفد رفيع المستوى من النادي الأهلي هيشارك في الفيديو كونفرنس وهي بالتأكيد كمان للتحضير للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في مدينة تميامي بولاية فلوريدا عشان المشاركة في مراسم أرعة مونديال الأندية الحدث التاريخي اللي يعتبر النادي الأهلي أو النادي مصري يشارك في هذا الإنجاز أو الحدث الكبير زي المشاركة في كاس العام الأندية بنظامها الجديد وبنظامها القديم ده جانب مهم جدا بخبر خاص جدا لبرنامج التريند من مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الدولي طب نروح بقى للشأن المحلي تقرر رسميا نقل مباراة الآله والاتحاد السكنداري من أستاذ القاهرة إلى أستاذ السلام أستاذ القاهرة ما كانش متاح لاستقبال المباريات في الفترة الماضية والفترة الحالية نسيجة طبعا أمور الصيانة اللي كتعمل وزراعة البزرة الشتوية لذلك تم نقل هذه المباراة إلى أستاذ السلام ناس تقول لي في ملاعب تانية يعني الأهل مش بيفضل يلعب يعني بعد أستاذ القاهرة إلا في أستاذ السلام وبالتأكيد بيبقى فيه رؤية فنية لمرس الكولر سواء في الملاعب أو في توقيت المباراة خدوا بالكوا دي نقطة مهمة جدا فنية نادي الأهل ببتحركش في الإطار ده إلا لما بيرجع للجهاز الفني عشان الجهاز الفني بيبقى ليه رؤية توقيت اللقاء ده على المستوى الإفريقي أو الملاعب سواء محليا أو حتى قرية حاجة تانية وده مش غريب عن النادي الأهلي أكبر نادي عربي أكبر نادي إفريقي أكيد لازم يشارك كل الأشقاء أفرحهم في الحدث الكبير والنهاردة النادي الأهلي كان بيهني الأشقاء في السودان على الإنجاز سقور الجديانة بالتأهل إلى كأس الأمم الإفريقية ومن خلال الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على الفيسبوك قدامكم هو حتى تهنئة النادي الأهلي وحرس الأهلي على تهنئة الشعب السوداني وجماهير الكرة السودانية والاتحاد السوداني على تأهل السودان إلى نهايات كأس الأمم الإفريقية في المغرب 20-25 طبعا السودان نجحت في التأهل عن جدارة واستحقاق وأطاحت بمنتخب عريق ومنتخب غانة خارج البطولة غانة لأول مرة من أكتر من عشرين سنة غايبة عن كاس الأم الأفريقية ولكن تأهل السودان يستحق مننا كل التقدير والثناء لأنه بالتأكيد تأهل في ظروف صعبة لعبه خارج الوطن لعبه في ليبيا لعبه في مدن تانية اللعبه بتلعب حتى الدوري في موريتانيا أجواء صعبة جدا على الكرة السودانية لكن أكيد لازم نبركلهم على هذا الإنجاز العظيم وبإذن الله إن شاء الله نشوف مشاركة إيجابية عربية لمصر وتونس والجزائر وجزر القمر والسودان وبإذن الله تكون مشاركة إيجابية جدا كمان للمغرب الدولة المستضيفة تنجح في تنظيم هذا المحفل الكبير اللي بالتأكيد هيجمع كل المنتخبات العربية في ديسمبر عشرين خمسة وعشرين فاصل وبعد الفاصل عندنا مفاجأة على مباراة الأهلي واستاذ أبي جان انتظرونا بعد الفاصل طيب استهنف مباراة دور الأبطال وانطلاقة الأهلي حامل اللقب هذه البطولة الغالية هتكون يوم الثلاثاء المقبل على استاذ القاهرة الدولي بإذن الله ساعة ستة مساء بتوقيت القاهرة مواجهة مع استاذ أبي جان هذا الفريق اللي بالتأكيد بيطمح في تحقيق نتائج إيجابية في دور الأبطال إفريقيا مع مدير فني صغير صغير في السن تتكلم عن الفرنسي أليكساندر ليفت عنده 27 سنة تجربة ممكن تكون ملهمة للقرى الإفريقية في السنوات المقبلة ولكن كنا حرصين في برنامج التريند على اللقاء والاتصال بالمجير الفني الفرنسي لفريق استاذ أبي جان قبل الوصول للقاهرة وقبل خود أولى مبارياته في دور الأبطال أمام فريق النادي الأهلي خاصة أن هذا المدرب كان كل شغله وعمله في الفترات السابقة فريق الشباب في باريسان جيرمان وعدد من الأندية على مستوى الكرة النسائية ولكن على مستوى الإفريقي بداية يعني ممكن تكون جيدة بالنسبة له بيدرب فريق من الكودي فور تعالوا نسمع ونشوف تصريحات أليكساندر لفيد خاص وحصري لبرنامج التريند وكيف يفكر في مواجهة الأهلي يوم السلساء المقبل نتابع فيما يخص القرى نرى أننا واقعنا في مجموعة بها فرق كبيرة ونعلم أننا سوف نواجه الأهلي حمل اللقب بالنسبة لنا هذا أمر مباعث على الفخر ولدينا الطموح والرغبة في أن نواجه كل منافس لنا بهدف أن نكون أول هذه المجموعة نعلم أن ذلك تحدي كبير وصعب ولكن نحن صعداء جدا بالمشاركة في هذه المسابقة ولهذا السبب نحن ذهبنا للعب في دوري أبطال أفريقيا لا حينما رأينا أن الأهلي معنا في نفس المجموعة لم نشعر بالخوف بالعكس نحن نلعب في دوري الأبطال لكي نواجه الفرق الأفضل في القرى ثم أنه ليس نحن من يضع القرى كما تعلمون فإن فريقنا لم يلعب في دوري أبطال أفريقيا منذ أكثر من خمسين عاما وهذه فرصة جيدة لنا أن نواجهها فرق كبيرة ولا سيما الأهلي وحينما نلعب أمام الأهلي فإننا سوف نأتي إلى القرى لكي نحصل على نقطة على الأقل فريق الأهلي لديه القدرة على الدفاع بشكل جيد وعلى التنظيم أيضا بشكل جيد والفريق لديه مهارات فردية رائعة يمكنها أن تصنع الفارق ولديهم القدرة على التنظيم والتمركز بأكثر من طريقة على أرضية الميدان لديهم حرس مرمى على مستوى علم جدا وأيضا مهاجم مثير جدا للاهتمام وخط وسط به محوري ارتكاز يؤدون أدوار انتكتكية رائعة وفنية أيضا إن فريق الأهلي في المجمع الفريق المتكامل حقيقة الأمر بالتأكيد طموحنا هو أن نكون فعالين في هذه البطولة ولدينا لعبين يعرفون هذه النوعات من التحديات وبالنسبة لي على المستوى الشخصي كون المدرب أصغر سنا في هذه المسابقة فإن هذا فخر بالنسبة لي ويدفعنا جميعا لتحقيق المفاجأة في هذه البطولة نعم نستعد للمباراة بشكل اعتيادي وكما تعلمون فإننا الآن في لحظة توقف دولي وننتظر عودة بعض اللاعبين سنصل إلى القاهرة في نهاية هذا الأسبوع لكي نتحضر بشكل أفضل للمواجهة كما تعلمون فإنه من عام لآخر تتبين مستويات الفرق ولكن بالضرورة من يرى هذه المجموعة يقول أن الأهلي وأورلاندو بايرتس هم المرشحان للتأهل ولكن نحن لدينا الطموح للتأهل عن هذه المجموعة وسوف نفعل كل ما به وسعنا لكي نحقق هذا التأهل حقيقة الأمر أرى أن فريق الأهلي لديه المواهب والإمكانية على الفوز بهذا اللقب لديهم لاعبون يعملون بطريقة تؤهلهم لإحراز الألقاب دوما ولكن كما تعلمون فإن دور الأفطال هو طريق طويل وكل خطوة فيه مهمة وفي عالم كرة القدم كل شيء ويرد هي التصرحات بأمانة إيجابية وجميلة والرجل بيتكلم عن النادي الأهلي بكل فخر ومبسوط أن أيلعب مع النادي الأهلي نادي القرن في إفريقيا وحامل اللقب ولكن قبل المرشوات اللي زي دي بقى لأنا من التصرحات اللي زي دي يعني فيه كده نوعية من التصرحات عارف أنت إيه بيحاول يديك قاقمتك ومكانتك وينييمك كده تنوين مغراطيس عشان تنزل الملعب تلاقي فريق نازل عايز يكسب فأتمنى تكون تصرحات في سياق فعلا التاريخ والمكانة والشعبية والجمهارية مظبوطة لكن في الملعب بقى يعني بنفس القدر والمكانة كده الأهلي بإذن الله يقدر ينزل ويكسب بنتيجة كبيرة لكن بأمانة الراجل بيتكلم كلام كويس جدا وبيتكلم على المنافسة وهو كمان عارف إمكانياته وقدراته وهو فين من المنافسة مع الأهلي وأورلاندو بيرتس لكن بالمناسبة المجموعة صعبة جدا شباب بلوزداد الجزائري منافس قوي جدا أورلاندو بيرتس عامل نتائج كويسة قوي في دور جنوب إفريقيا ومنافس قوي لما مولدي سانداونز فالانطلاق مهم المباريات دي أنا بقى شبهها كده وكانها مباريات كؤوس ما تعملش حساب لفرقة استاد أبيت جان فريق لسه حديث العهد مثلا بدور الأبطال أسك مموزة هو الإسم والتاريخ وكل حاجة مدرب صغير في السن كل الحاجات دي بخطها على جنب كده وهي على الورى لكن في الملعب إن شاء الله بإذن الله نادي الأهل يكون قادر على الانتصار وتحقيق أول ثلاث نقاط في دوري المجموعات الجروب استيج ولكن كنظرنا هنا في برنامج التريند وزي ما قلت لحضراتكم هنلف في قرد إفريقيا ونطلع على سويسرا ونشوف الفيفا كل الأخبار والكواليس وحتى اللقاءات هتكون معنا هنا عبر شاشة قناة الأهل عندي كمان خبرين مهمين جدا قبل ما أطلع الفاصل واستهبل ناقد الرياضي ومدير تحرير الأهرام الرياضي اللي أستاذ عبد المنعين فاهمي النهاردة عايز أقول خبر بصراحة أسعد على المستوى الشخصي وأسعد كل الأهلوية وكل الناس اللي بتحب لعبة الكورة النهاردة رامي ربيعة كان ضمن التشكيل المثالي لأفضل 11 لعب شاركه في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهايات كأس الأمم قدامنا طبعا ناسوفا السوكر يمكن دي من أهم المواقع اللي بتاهم الإحصائيات ومتخصصين في الإحصائيات والأرقام الفنية في مباريات الكورة الإفريقية وضع رامي ربيعة في التشكيل المثالي لتصفيات كأس الأمم الإفريقية رامي واجه انتقادات عديدة ولعب يعني في فترة صعبة جدا وكان على وشك الانتقال لنادي المؤولين العرب في فترة زمنية قريبة جدا مش بعيدة ولكن قدر بالتحدي وبالإصرار أن يضع نفسه في التشكيل الأساسية في الأهلي وفي المنتخب الوطني قدر يفرض اسمه ومكانته في التشكيل الأساسية كمدافع وكهداف مع الأهلي ومع المنتخب الوطني عشان النهاردة نشوف الأرقام والإحصائيات لسوفة سكر يكون رامي ربيعة ضمن التشكيل المثالي أنا قدت أتمنى كمان أشوف محمود حسن تريزيجي في هذا التشكيل لأن بصراحة التشكيل برضو كان في حاجة غريبة اتنين من لعاب المنتخب ليبيا ليبيا ما تأهلش للتصفيات ولكن هم عاملين إحصائية رقمية بس الإحصائية الرقمية تقول كمان إن تريزيجي يكون موجود يعني تريزيجي داخل ضمن أفضل ثلاث هدفين في التصفيات الإفريقية ولكن عموما مبسوطين بوجود رامي وبالتوفية رامي وتكون دفعة قوية لك مع النادي الأهلي والمنتخب في الفترة اللي جاي حاجة أخيرة النهاردة الحمد لله أصدل السطار على أزمة إمام عشور مع أحد أفراد الأمن والخناء الشهيرة اللي طبعا كل السوشيال ميديا تكلمت عليها على مدار أكتر من خمس ست شهور واللناس حابت تركب الترند شوية شوية فيها وتشعللها أكتر حتى رغم التصالح اللي تم من كم يوم لكن النهاردة في محكمة جنوب الجيزة تم الانتهاء الأزمة بالصلحة أمام رئيس الجلسة والحمد لله الموضوع انتهى ونقدر نقول في مثل هذه المواقف الصلح الخير ونركز بقى في الملعب ونبعد عن أي مؤثرات خارجية ونتعلم من أخطاء الماضي عشان نقدر ننجز ونكسب ونحقق كل طموحاتنا فيما هو قادم وده اللي بيختلف داخل النادي الآلي عن أي مكان تاني إن أي حاجة لازم تتحل بسرعة عشان تبدأ تركز في الملعب عشان جمهورك اللي بيستنيعك لأنك عندك قدرات كبيرة جدا تقدر تقدم أفضل ملديك وتحقق كل البطولات اللي انت هتشارك فيها مع النادي الآلي ولسه المشوار طويل والتاريخ طويل جدا لإمام عشور مع النادي الآلي دي كانت أبرز الموضوعات والأخبار والكواليس والتفاصيل اللي النهاردة كنا عايزين نتكلم فيها في برنامج الترند فاصل وبعد الفاصل الفقرة الحوارية اللي هنناقش فيها بقى الأستاذ عبد منع انفهمي الناقد الرياضي في الأهرام الرياضي رؤيته وتحليله وأخباره أكيد الجديدة اللي ممكن في بعض هذه الموضوعات واللي ممكن يعني نسمعه منه كرؤية مهمة جدا لأحد النقاط الرياضيين اللي ليهم مدرسة معينة جدا في التحليل الخبري لبعض الموضوعات والقضايا مهم النهاردة نسمحها في برنامج الترند لكل جماهير النادي الآلي كل ده ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد والفقرة الحوارية في فقرة الصحافة اللي بتأكيد فيها تفاصيل كتير جدا هنتكلم نظرا للموضوعات اللي طرحناها في بداية الحلقة وده هنشايفين من كينيس سوشيال ميديا فيها موضوعات كتيرة جدا وأخبار كمان مهمة اتكلمنا عليها النهاردة في برنامج الترند لكن قبل ما انتقل طبعا الأستاذ عبد المنعم فهمي عن ناقد الرياضي بالأهرام الرياضي عايز أقول لحضراتكم أن مصر حاليا متقدمة على منتخب بليبيا 2-1 في اللحظات الأخيرة ونقدر نقول المكسب ده هيقدر يطلع المنتخب من وعنق الزجاجة لأن التعادل ده كان كفيل بخروج المنتخب وتضاقل أي فرصة في التأهل من التصفيات الإفريقية في هذه النتائج إذن منتخب الشباب تحت قيادة ميكيلي حتى الآن في السواني الأخيرة من المباراة مازال متقدم على ليبيا 2-1 في المقابل منتخب الناشئين تحت 17 سنة بقيادة الكابتن أحمد الكاس متأخر بهدف مقابل هدفين لصالح منتخب تونس واللي دلوقتي انتهى الشوت الأول وفي انتظار بإذن الله انتلاق الشوت التالي ويقدر منتخب 17 سنة مع الكابتن أحمد الكاس يتدارك النتيجة ويقدر يتعدل ويتقدم لأن المكسب كمان في هذا اللقاء هام جدا لمنتخب الناشئين لذلك هدخل كده على طول في نتائج هذه المباراة مع الأستاذ عبد المنعم فاهمي الناخد الرياضي ومدير تحرير الأهرام الرياضي أستاذ عبد المنعم من نور الدنيا وصعدة بوجودك معنا على شاشة قناة الأهل نورك يا محمد أخبرك الحمد لله كله تمام الحمد لله رأيك كيف في النتائج دي نتمنى تنتهي المباراة لسه شغالة منتخب الشباب لسه يعني في الجهة تلتة من الوضع بدل الضائع بص أنا شايف أن المنتخبات الناشئين في مصر خلال المباراة الأخيرة تحديدا في البطولتين اللي بنلعب فيهم اللي البطولة بتاعت بلعب فيها فريق أحمد الكاس والفريق والبطاع ميكالي مش أحسن حاجة يعني الدنيا مش متزبطة الدنيا مش وردية بالنسبة للبراعم اللي هي طالعة المفروض تكون نواء للمنتخب الوطني أنا إحساسي إن إحنا عندنا أحسن من كده عندنا مفروض عندنا لعبين أحسن من كده بكتير أو المدير بصد حديدا أنا ميكالي حاس أنه مش موفق إحساسي أنه مش موفق ليه يعني مش هو ميكالي بتاع المنتخب الأوليمبي مش هو ميكالي اللي عنده الحلول مش هو ميكالي اللي بيحفظ لعبته مش هو ميكالي اللي بيخلي اللعيب مختلف تماما واسلوبه مختلف وأداء ومختلف وبطور من الأداء وطلع علينا خمس ست لعبة بلعبه مع منتخب حسن حسن مش هو ميكالي ده الأمور لسه مش واضحة مع المنتخب في التفاصيل الدقيقة والتفاصيل الفنية يمكن عشان لسه جاي ممكن لكن في النهاية خلي بالحضرك المدرب الجيد واللي بيقدر يحط ييده على تفاصيل دقيقة في أوقات ما هو مدرب أجنبي ليه أنا جاي مدرب أجنبي ليه وليه وخليه مستمر ما فيه طفرة مختلفة عنده قدرة على أنه يلهم لعبته قدرة على أنه يطور في أداء لعبته لأنه أنت ماسك منتخب ناشئين عشان تطور فيه عشان تدي خبراتك للعبة دي ويظهر في الملعب أنا المتشاطة أني شفتها للمنتخب بتاع ميكالي مع الأسف ما كانش فيه ولا حاجة منديد حسيت أنهما اللعبة مش عارفة توقف اللعبة مش عارفة تباصي بالشكل السليم ممكن مع طوال المباريات مع طوال البطولات مع الدأه لكاس الأمم الدنيا هتبقى مختلفة تماما لكن أنا البدايات ما عجبتنيش نهائي مع منتخب ميكالي حسيت أن الأمور مش على ما يرام وده يخلينا نخش في قضية تانية سريعا أنه قطاعات الناشئين عندنا في الأندية المصرية محتاجة لعادة نظر مش عادة نظر بس انسف حمامك القديم وضع شروط وضع قوانين وضع أسس ولواحن لأن الأساس تكون هذه القطاعات نواة مهمة للأندية بدلا من الشراء والإصراف في الشراء لا القطاعات الناشئين في الأندية لازم تكون نواة للأندية ومفرخة للأندية بدلا من يعني الناس بتخش الأندية والاختبارات والكلام ده وتعالي في الممارسات بتحصل في الاختبارات والفلوس والتسنين والفضيح الكترة جدا دي بتخلينا في الآخر نشوف نتاج سيء للمنتخبات لما توصل للمراحل اللي هي بتلعب فيها على المستوى الدولي مع الأسف المكسب ده بيبدي حظوظ بنسبة معينة للمنتخب لأنه برضو أنا سمعت تصراحات لميكالي أنا جاي وألولي أن مصر ممكن تنظم البطولة فهل الإحساس ده بيخليك حتى داخل لأسفيات وإنت مش مهتم كلمة ألولي دي صعب ألولي ألولي ولا ألولو لا ألولو ألولو لأنه طالما ألولو يبقى كلام مش رسمي فأكيد اللي بيقولي الكلام دي يكون على قدر المسئولية وفي نفس التوقيت هو مدير الفني مفروض رجل عنده خبرة بالمصريين وعنده خبرة بالتعامل مع الشارع المصري قبل ما يكون مع المسئولة المصريين فعارف إنه هو بيعمل إيه فبالتالي هذه الوعود ينحيها جريبا ويخليه في الواقع اللي قدامه أهم حاجة هو أنا عندي فريق وعندي لعيبة واختيارات ولعيبة محتاجة سقلم بشكل معين وعاية كلام بشكل معين فبالتالي ما كانش المفروض يعني كان هو النتاج السيئة دي بسبب إنهم ألولوا ولا النتاج السيئة دي بسبب إنه لسه ما وصلش للتوليفة المناسبة لسه ما وصلش للخطط الفنية المناسبة معرفش لسه مكانات لعبته لأنه خلي بالحضرك الناشئين دولا العمار الناشئين وسنهم متقلب ممكن تلاعب تلاعب في يوم في القمة والتاني يوم تلاعبش في مستوى خالص فعشان كده إحنا محتاجين مديرين فنيين يكونوا قادرين على سياسة إزاي أطلع أفضل حاجة من ناشئ وأسسه صح ومصنف أصلا خلي بالحضرك ده هو تخصص ناشئين ونجح مع الناشئين واخد الميدالية الأولمبية مع البرازيل فراجل مصنف وعمل معانا نتاج كويسة جدا وطلع للك خمس ست لعبة ولكن قرب تعيينه في اللحظة دي كانت من أهم وأخطر القرارات اللي ممكن تؤثر على مرحلة هذا المنتخب لأن الجيل ده كان بقاله سنة كاملة شغال مع الكابتن والرياض فجأة جبت جهاز أجنبي بقارية ميكيلي كنت ممكن تستنى بعد التصفيات أو يخش مع الجهاز الفني ويبدأ يتعامل لكن تشيلي الجهاز الفني ودي الجهاز فني ده عندنا حاجة اسم مع عدم الاستقرار ممكن واحد بيسمع الكلام واحد بيسمعش الكلام لكن هل عندنا عقدة الخواجة ده ما احنا عارفين الخواجة بالنسبة لنا المدير الفن الأجنبي وخصوصا في المنتخبات سمعا وضع عليهم في كل حاجة وبالتالي هو ليه سابقة كويسة جدا في تدريب المنتخبات المصرية فبالتالي هو موجود والتفاوض معه تم على هذا الأساس فبالتالي سكنوه في الحتة الفلونية يعني هو خلي بالحضرتك تحس انه انت خلاص خليك معنا وحشوف لك منتخب هتضرب وكان الضحية مين الضحية والرياض شيتوس مع الأسف الشديد بس خلي بالحضرتك برضو يعني تأهلوا واسترار المباراة بالنتيجة دي زي ما حضرتك قلت أنا شايف انه ممكن تكون بداية جيدة لي او بداية تكون مش جيدة بداية لي انه يعمل حاجة كويسة جدا مع المنتخب ونتمنى انه بمسك السيني دي يبقى معاه لفترة كبيرة جدا ما يجيش بعد كده اللي هجيين في المسؤولية الكورة المصرية ولا ممكن حد يقيله في اي وقت ما انتعارف احنا احسن ناس بتقيل المدير الفنيين لاهداف مش اهداف مكتوبة ومرسومة ومعروفة وخطط معروفة لا حد من كيل لمجرد سمع الكلام مرة يعني نتيجة مباراة نتيجة مباراتين والكلام ده معناش خطط طويلة الامد في مديرين فنين في اوروبا مستمرين بعض 10 سنين و 15 سنة في مديرين فنين في المنتخبات الناشئين انا كنت في يعني الشيء بالشيء اوسكار كنت في السويد فحضرت دورة ناشئين حوالي 20 فريق جايبين لهم اساطير وافضل اللاعبين القدامى ومسكينهم للناشئين عشان خاطر يطلعوا افضل ما عندهم احنا عندنا الواحد لسه معتزل وبيمسك اي فريق ويدربوا يلا شد حيلك طيب ده بالنسبة للناشئين والشباب المنتخب الاول تعادل في مباراتين رأس الاخضر وبتسوانة هو تآهل كده كده خلاص بس يكت مبارات بيحاول يدخل عناصر جديدة بيشوف توليفة جديدة تقييمك لتجربة حسام حسم في العشر مبارات اللي تلعبت منذ ان تولى المسئولية خلينا بس اصحح معلومة انه الناس بتقول ان هو لا حقق رقم قياسي لا هو محققاش رقم قياسي بعدم الهزيمة فيه على ما اعتقد فيه مديرين فنين حققوا النتائج دي حسن شحات عملها قبل كده على ما اعتقد وهيكتور كوبر نفس الحكاية 2008 حسن شحات 2017 وهيكتور كوبر و2021 حسام البدري ثم كارلوس كيروش ومخسروش خالص بس احنا مخسروش خالص في التصفيات بس هو عدد النقاط ممكن يكون اقل شوية مع التلاتة اللي فاتوا دول نمو حقق 14 نقطة لكن في النهاية خلينا اقولك ان انا نفسي من الكابتن حسام حسن يعني ما يتكلمش كتير بامانة جديدة يعني ان هو بيفتح موضوعات كتيرة بسبب له مشاكل وبيسبب له ازمات في التصريحات اللي هي قبل المباريات اللي هي قبل المباريات ومما بعد المباريات ليه انت مدير فني مسؤولة عن الامور الفنية عندك امور سلبية سواء متعلقة بملاعب سواء متعلقة باستداد سواء متعلقة بجماهير دي انت تتكلم فيها مع المسؤولين الجمهور مش هقولك حاجة انت بتعرض مشاكلك في مؤتمراتك الصحفية سواء قبل المباريات وبعض المباريات معنى هذا ايه معنى ان هو عنده هذين مشكلات ومفيش حد يعارف حل هالو او هو معرضهاش او ما تحلتش اساسا ودي مشكلة كبيرة وبيضطر يروح للاعلام طب الاعلام هيعملك ايه هو قال مباريح جملتين يعني او جمل كترة جدا تيجي تفسرها وتيجي تبص لها تقول يعني هو بيقول انا كان نفسي ألعب في القناة والعب في استاد المحلة والعب في ملاعب تانية بعيدة عن القاهرة انا فجئت لما قال لي استاد المحلة نعم فجئت لما قال لي استاد المحلة في ملاعب صحيح في ملاعب معتمدة من اول بالظفر ما هو قال كده هو جاي وبعدها هو كان عشان الجماهير هو مشكلته كلها في الجماهير طيب هو الأساس الناس بتقول ليه الجمهور مش ملتف مع حسام حسن أي حاجة محتاجة تضبيط لازم المدير الفني في بداياته في بداياته يمسك المنتخب أو يمسك المنتخبات لازم هو يكون فيه تجاوب ما بينه وبين الإعلام تجاوب ما بينه وبينه الجمهور يحسس الجمهور أنه هو منتخب مصر رقم واحد أكيد لكن الناس بتبعد ليه لأنه بتشوف كلام مش مظبوط كلام مش حلو كلام مش في مكانه بيتكلم حاجات كتير جدا تلميحات وتلميحات وحيانا تصريحات يعني ليه التلميحات وليه التصريحات يعني برايح حسن يقول لك أنا ما ضمتش فلان ما تقول أسماء أنا ما ضمتش فلان عشان خاطر دي رسالة لي طيب الرسالة دي بينك وبينه ليه ما يكونش ما بينه وبينه تليفون يا فلان أنت مستوىك مش كويس وأرجوك حسن مستوىك لأنك أنت بالنسبة لي القائد الجيد والبارع اللي بيقدر يخلي اللي معاه يحبه حتى لو بش محتاجه أنا مش أحتاجك النهاردة أحتاجك بكرة مظبوط فبالتالي أنا لازم يكون كل اللعيبة خمسين لعيب أو ستين لعيب نواب النسبة لي ما أخسرش حد فيهم أجيب النهاردة أفة مثلا بتاع أمب اللي جبته مباراة ومشيته أو مخدتهش تاني أقوله المرحلة دي مش بتاعتك أنت محتاج مرحلة تانية محمد الشامي اللي تخدته ثلاثة أربع مرات وما لعبته وما لعبتهوش والكلام ده نفس الحكاية أجيب مثلا أفشى أنا لعبتك عشان طريقة اللعبة مختلفة ولما ألعب كذا حجيبك يبقى فيه تواصل ما بينه وبين اللعيبة هذا التواصل حيخلي اللعيب حتى لاقي نفسه مش بره إحدى القوائم هيبقى مبسوط بعارف المرحلة دي مش بتاعته وعارف أنه ياخده يوم من الأيام لأنه في اللعيبة ممكن يوم في الطالع ويوم في النازل فبالتالي وكمان لازم أنحل أمور الشخصية اللي هي بتخليني ما استفدش ببعض العناصر يعني خلي أقولك على مفاكئة عمر جابر من أحسن اللعيبة الموجودين في الدورة المصري بيلعب بشكل كويس وبارع في حتة الناحية اللي أمنا دي ما بياخدوش علشان مشكلة بينه وبين حسام حسن طب أقولك على حاجة على الجانب الآخر ممكن يقولك إيه اتقال إنك هتفي مشكلة مثلا بينه وبين عمر كمال عبد الواحد المعسقر الأخير وعمر كمال عبد الواحد موجود الخلاف اللي حصل حسن ما أنا هجاوبك الخلاف اللي حصل ما بين عمر كمال وبين حسام حسن لا يصل إلى مستوى الخلاف اللي حصل مش هتكلم طبعا أنا مش هقول الكواليس خلاف فني يجري الخلاف الأخ لا مش خلاف فني هو خلاف إجرائي خلاف إجرائي حاجة حصلت كده لما كان مدير مدير فني في بيراميز وحصل مشاكل كبيرة فبالتالي شايل هالو خلاص إنت جيت مدير فن المنتخب المصري يبقى لازم أنا خلاص الدنيا اختلفت تماما أنا لما أكون مدير فن المنتخب مصري غير لما أكون مدير فني لفريق معين كل الناس دي تحت أمري وتحت طوعي أجيب كل الناس أجيبهم في الوقت اللي أنا عايزه وما أسمعش كلام من واحد يقول لي ده أنا ممكن موديش لعبة للمنتخب إزاي يعني تلقيت إزاي يعني بالندهاج شديد جدا وسمعتها مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وأقول لك على حاجة أنا كان نفسي أنا كن موجود وأقول له يعني هو يعني ماتش ودي ولا مباراة رسمية للمنتخب اللعب نفسه اللعب نفسه وحيفضل يلعب للمنتخب ولا هيلعب أصلي اللي قال كده أصداد زمنعم معلش يعني اللي قال كده هو هو نفس الشخص من كم شهر قالك دكة المنتخب أهم من مليون نادي يا فندم ده هو كان مسؤول كمان ده هو كان مسؤول في المنتخب الوطني ساعة العرب ربي قالك دكة المنتخب أهم من أي نادي سنين طويلة وكان عناصر من نادي الأهلي موجودة في المنتخب أكتر عناصر كان موجودة في النادي الأهلي كان من المنتخب يعني انت كنت فين سعيدة انت رجل يعني خلي بالحضرات مشكلتنا ان احنا بننسى او لا 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 مش ننسى بس او لا خلينا طبع صحي اللفظ نتناسى نتناسى قصة ان انا كنت مسؤول في يوم الايام وفي بوزيشا معين وجيت لقيت نفسي في حاجة تانية خالص فغير قناعاتي ناس ما تنساش هو نفس الشخص نفسه من كم شهر على وقعة المنتخب الوليمبي قال لك دكة المنتخب اهم مليون نادي دلوقتي بيقول لك دي حقيقة طبعا نهارده مصطفى شبير نهارده عامل تغريدة حلوة قيل فيها ايه يا جماعة انا بقيت دولي حلو قوي جميلة جدا لقيت لاعب دولي يعني ايه لاعب دولي يعني دفعت عنوار المنتخب مصري يعني انت زي جندي في الميدان يعني انت خلاص تصنفت دوليا لما تيجي تعتزل او بيجي يتقال عنك اللاعب الدولي الناس بتتمنى هذه الكلمة لما منفعش واحد مسؤول في نادي يقولك انا ايه انا مش عايز اودي اللاعبة بتاعت المنتخب وهو طالب بهذا الكلام في مجلس ادارة اقول الادارة دي هتوفق على كده يعني انا مستغرب بصراحة ومندهش يهلل انه بصراحة كلام غريب جدا هل تتوقع تناول اعلام الموضوع ده بالمقنة بتناول اعلام الموضوعات لا 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 لانه كلام يعني اصغر منه يتم تداوله بصراحة لانه اللاعبة نفسها مش هترضى اللاعبة نفسها لما تلاقي نفسها عندها استدعاء انا بكلم على انتماءات البعض لما رجاء تناول موضوعات تخص الاهلي بيعمل موضوع من لا موضوع ممكن فواقع زي دي في ناس مكتب من نفسها مش شايف طيب هو الاهلي ضحب كتير في اوقات كتير جدا بلعيبة راحت مع المنتخب وازون في كاس عالم كاس عم افريقيا كاس عم افريقيا وليه في كاس عالم للاندية لما سابهوا في اول مباراة وليك سيبها كمان وقتها كله قالك الوطنية يا جماع والاهلي اصلا سابل لعيبة بص هذه القضية لا جدالة ولا نقاشة فيها وليه تكلم فيها يبقى محتاج شوية تنظيم في افكار وعشان خاطر طالع الكلام صح طيب عايز اقول لك خبر كويس الحمد لله منتخب الشباب كسب ليبيا حلو اتنين واحد حلو يعني ماكسب عايز اقول لكم عنق زجاجة لمنتخبنا لان النتيجة سلبية او تعادل ايجابي او خسارة معناك تبقى الحصوص بالنسبة لمنتخبنا صعبة جدا خلي بالك ما هو كده يعني مش نلفوز بس وخلاص ما اكيد اكيد فيه مش فيه محتاجة تاني انا عاجل لك ليبي اخر الفرق في نتائج التصفيات ليس لما تونس اللي جاي تمام يبقى لازم تكامل مع تونس عشان هو بياخده اول وتاني مش كده طيب لازم تكامل مع تونس لازم تلعب محتاج كويس وتفوز كمان عشان خطر يبقى لك فرصة ان تلحقك تاني تلحق المتاز التاني بالزبط وانه خالباك انت لو خرجت على ملعبك وعلى ارضك والشكلها مش حالو لا وايستفنا انت جايب اخلي بالك ما هو مشكلة كبيرة انك انت جايب واحد بحجم ميكالي والدولارات اللي بياخدها هو بياخد بالمصر ربا الدولار لا بالدولار طيب بالدولار فيه مدرين بابا فازيلي بياخد في مصري بالمصري على فكرة يعني فيه مدرين فنين مستعدين يدربوا في مصري حتى لو اجاني بياخدوا بالمصري خلينا اقولك انه بداية كويسة جدا ممكن تكون حط ايده على النقاط المهمة انا شفتش المباراة لكن الفوز ده معناه انه بدأ المنتخب يحط ايده على اضعف فرق التصفيات لانه خد بالك المدرين الصدارة مش شرط مش شرط ليه لانه المباراة دي المكسب نفسه بيحفزك في المباراة التانية حتى لو انت كنت بتلعب فريق ضعيف فالمكسب نفسه كنت محتاج مكسب تكسر حدة التعادلات والخسائر اللي حصلت لك فبالتالي الماتش اللي جاي تدخله ويكون عندك فرص لما يكون عندك فرصة غير ما يكونش عندك فرص فعندك دافعية وعندك قابلة انك تكسب وده شيء مهم جدا بداية فلتكن هذه المباراة بداية لمكالي وننسى الماتشات اللي فاتت دي اتمنى نتمنى نتمنى بإذن الله عموما ده امر متعلق بمشاركة المنتخبات سواء المنتخب الاول او الشباب او الناشئين ومع بعض كده بالتأكيد عن تابع نتائج منتخب الناشئين تحت 17 سنة بيلاب حاليا مع منتخب تونس وشوط الاول كان انتهى بتقدم تونس 2-1 اروح بقى معاك للشأن المحلي الدوري راجع والدوري راجع يعني نبدأ نشوف بقى الماتشات اللي جاية مع الاتحاد سكنداري هتخش على دور الابطال ومش يبقى فيه راحة فترة جاء اول توقف دولي لسه في شهر مارس على ما تفكر في موضوع الدوري راجع لان دي اكيد فيها تفصيلة كبيرة جدا نخرج لفاصل ثم نواصل بعد الفاصل ننتقل لملف الدوري العام واستئناف الدوري بالاسبوع الثالث يوم الجمعة المقبل مباراة الاهل والاتحاد السكنداري ماتش صعب جدا اوستاذ منعم تتكلم الاهل ست نقاط الاتحاد ست نقاط الدور ده اشبه مباراة الكاس ده او انت اللي عندك الماتش ده اعتبر ماتش بين الاتنين متصدرين بالضبط بين الاهل متصدر والاتحاد متصدر الناس اللي جابت ست نقاط فقال مبارتين وعندك التجربة جديدة مع بابا فاسيليو في الاتحاد الامور ماشية تمام الجمهور مبسوط بس جمهور الاهلي عارف اكيد انه اخر فوز للاتحاد السكنداري على الاهلي كان 2018 على معتقد وكان على استاذ السلام وفاز الاتحاد اربعة ثلاثة بحس المباراة دي شوف بلعة دي بقى لها ست سنين لم يفوز الاتحاد السكنداري على الاهلي كان الماتش ده كلها معظم هفوز وتعادل وحيد على معتقد وده يؤكد يعني اكيد مش مع الاتحاد بس مع كل الانديا المصرياء الاهلي فارق بشكل كبير والسنة دي بدايات الدوري كلها تؤكد ان الناس كلها حسة بقيمة المباريات اللي قلت حاسة بقيمة الدوري واختلافه حاسة بقيمة دور واحد ولازم يا فوق يا تحت عاملة ربكة بنسبة الناس كتير جدا مخليها كل الفرق بتعمل كل ما تستطيع من اجل انها تكسب النقطة يعني النقطة دي بالنسبة لهم بقت خسارة تلات نقاط فده يؤكد ان الدوري السنة دي يكون مختلف واتمنى ان الدوري ده لو اثبت نجاحه في السنتين الاستثنائتين دول يكمل لانه بصراحة انا حاسه دوري مختلف مبدع جدا ما انت مش مدي فرصة للتعويض خالص دوري منظم وعارف معاده امتى وعندك جدولك بتاعتي تحسب على جدولك وجايمه بشكل منظم وثلاثة يام وراء بعض وثلاثة متشاط في نفس اليوم متشين ممكن في نفس التوقيت لا بصراحة انا مستمتع جدا بس نفس بقدر هذا استمتع بقدر هذا التنظيم نفسه اشوف مباريات حلوة ملاعب حكويسة جدا اشوف التصوير بشكل مختلف لسه الامور يعني الوعود اللي احنا اتقلت لنا في بداية الدور لسه ما ظهرتش بالشكل المناسب لكن في النهاية خلينا اقولك ان البداية مختلفة على السنوات اللي فاتت وتؤكد ان المنافسة هتكون ضارية ضارية خلال الاسابيع اللي جاية متشل التحدي ده مهم جدا من نسبة الاهلي تأجيد انه الاهلي فايق الاهلي عامل ستايل كويس من نسبة الجمهور انا بحس ان الاهلي بيعجبني في حاجة حلوة ان انا بشوف الموراة في بداية خالص الاهلي النهاردة كويس الاهلي النهاردة نص نص الاهلي ايه وحش بس رغبة الفوز موجودة ودي سمة موجودة كل اللي عاش وشجع الاهلي من زي حالاتنا العواجز كده يعرفوا ان رغبة الاهلي دايما تبقى موجودة في كل الاجيال عشان كده النهاردة في واحد بيتكلم مش هقول اسمه بيقولك ان الاهلي بياخد شخصيته من مديره الفني كلمة استفزيني كلمة استفزتني يعني ايه بياخد شخصيته من مدير الفني ده بالعكس ده الاهلي هو بيفرض شخصيته على المدير الفني الاهلي هو اللي يصنع المدربين الاهلي لو اي مش عايزين انه قلل من يعني بالعكس الاهلي قيمة كبيرة واي مدير الفني بيمسك الاهلي والاهلي يرى جدير بهذا المكان بيصنع منه نجم والاسماء موجودة وكبيرة يعني الريال عايز تقول ان الريال بكل المديرين الفنيين اللي جمب بكل اختلافات شخصياتهم بكل اختلافات طرق لعبهم هم اللي صنعوا الريال المديرين الفنيين ولا العكس الصحيح لا مع الاسف كلام يعني كلام يعني هو مش مجال بس الاستفزاز ده هو اللي بيتكلم اساسا صاحب تجارب على المستوى الفني فاشلة جدا مع الاسف الشديد يعني ده الشيء بالشيء يسكر فخلينا اقول لك ان المباراة هتكون مهمة جدا مباراة على القمة مباراة بين مديرين الفنين اجنبيين مدير فني يعني واحد عايش في مصر بابا فاصيله ده اعتبر عايش في مصر اعتبر مصر زينا وفاهم ووعي وعارف عقلية الجمهور المصر وعقلية اللاعب المصري ايه فاكيد وتجاربه كويسة جدا مع الاخيرهم المحلة والبنك الاهلي فبالتالي انا شايف مباراةكم مهمة جدا بغض النظر بقى عن الاختلافات الفنية اللي ممكن الاهلي يقابلها في المباراة دي يعني انا حاس ان كنت ممكن تقول لي عندك مثلا وسام ابو عالي هيلعب ولا مش هيلعب اكيد مش هيلعب بنسبة كبيرة اه يعني الجهاز الفاني ممكن يفضل يريحوا مطش الاتحاد لكن فكرة الاشاعة الاخيرة اللي هتتعمل النهاردة او هتتعمل دلوقتي هتحسن مسألة باقي امكانية ان هو يلحق مطش السادق بيتجان والله اخوة تمام بس هو دي انما مش هيلعب صعب يلعب لكن انا عايز اكد لحضراتكم تاني وانستاذ ملعب كان سنتكلم في جزاية دي مفيش حاجة في الرجبة يا جماعة كدمة الرجبة والكلام اللي اجتهادت اللي تلدى للأسف البعض مش تلقدم على ما اعطيتك صح مش تلقدم مش تلقدم زي ما قلنا مبارح وانفرضنا مبارح في برنامج الترند الاصابة مش تلقدم والحمد لله كمان من الاشعاعات الاولية اللي اتعملت فكرة الشرخ للبعض برضو راح له وتكلم فيه الحمد لله برضو مش مغلوب مش عارف يهي الناس دايما بتحاول تتوقع الاسوأ ليه ليه يعني أنا مش عارف والله هقول لك أنا أقول لك أنا ده مين ده وسام أبو علي ده أحد أفضل مهاجمين اللي يجم فيه فالخبر هيسمى فيه للسنوات الأخيرة ده مش أي حد يعني عايزة أقول لك مثلا الاشعاعات اللي بتصادف الناد الاهلي خلال الساعات الأخيرة والأيام الأخيرة إنه خمسة ستة مشيين من عنده يعني هو الأهل اللي حيوافق إنه يمشي حد من عنده لا طبعا هل الأهل يعني اللعب نفسه اللعب نفسه بلاش الأهل حيفكر إنه يمشي من عنده ده لعبة معظم اللعبة اللي في أفريقيا أو اللعبة اللي هي مصنفة نفسه ملعبوا في الأهل اللي هما مش هيشاركوا في كاس عالم عنده نفسه ملعبوا في الأهل إنه هما لكاس عالم جدا ومش أي كاس عالم لكاس عالم بشكل مختلف وبستهيل مختلف وبزخم مختلف وفلوس مختلفة وتنظيم مختلفة الدنيا مختلفة تماما طيب بتكلم كويس لك فتحت معي الموضوع ده يلا ليه بقى ليه السوشيال ميديا النهارده ومنصات المواقع الرياضية كتبت تفاصيل مهمة جدا ليه علاقة باللي قاله دلوقتي أستاذ عبد المنعين فاهمي لأنه هنبدأ مع بعض نشوف اللي الكتب في منصات المواقع الرياضية على الفيسبوك وعلى منصة X هنبدأ معك مثلا بحساب الوطن سبورت نبدأ حساب الوطن سبورت على منصة X قال الأهل يرفض رحيل قدامنا هو على الشاشة الأهل يرفض عروض رحيل خمس نجوم في يناير خمس نجوم مرة واحدة خمس نجوم في يناير وتقال لك إيه إن فيه عروض جات مثلا لمين أنت بتتكلم على إمام عشور وأوه سام أبو علي وأحمد نبيل كوك ومروان عطية وحسين الشحاد خمس لعيبة جالهم عروض أنا بقول لك الخمسة ما فيش عروض رسمية بس أنا كنت لسه أقول لك اللفس حكاية أو لو في عروض رسمية أكيد الأهل هينقشها أكيد الأهل يبص فيها الأول وش بقوليني عاملة إزاي ما أخلي بالك تخلي بالك في حاجة برضو مهمة هو أنا لو جالي لعاب مثلا جالي بعشرين مليون دولار هرفض لا طبعا مش حرف رقم زي ما يترفضش مثلا عشر مليون دولار تمانية مليون دولار بالعكس أرقام دي مهمة جدا أنا ممكن بلاء برقم زي ده أجيب أحسن لعب أجيب لعب بديل واثنين وكمان وثلاثة نفس الحكاية لك في النهاية إنك تقول لي جملة جملة خمس لعبة مرة واحدة يمشوا من نادي الأهلي في التوقيت ده لا وخمسة منهم يعني كوكا سواني بس جالوا حاجة كده سواني بس نادي أخلي واحدة واحدة هو يناير جي لا لسه قدام قد إيه حوالي أربعين يوم أو خمسين أو أربعين يوم إيش مانا دلوقتي هو حتى اللي هيقدم العرض هيقدمه دلوقتي قبلها بربعين يوم ولا يستنى لما ييجي مثلا لشهر يناير ويتناقش وشوف الناس اللي عودها تنتهي ويقدر يمضي في يناير اللعبة اللي عندها استدادة تمشي اللعبة اللي عندها المدير الفني مش عايزها ولكن احنا بتسبق عشان تأبص هيوفي في يناير انت عارف القصة دي كويس وأنا عارفها كويس الشغل الترند وشغل بقى المكاسب بس مش الترند بتاعنا لأ مش الترند بتاعنا وشغل بقى السوشيال ميديا وشغل ازاي أكسب من الخبر وازاي الخبر يجيب لي فلوس تلاقي أزمات كترة جدا دي محتاجة مع الأسف الشديد يعني جمهور واعي جمهور فاهم بيعرف بيقرأ ايه وعارف بيقرأ ايه ويعرف ايه المصدر بالنسبة له وعارف ينتقل أخبار اللي ممكن يكون فيها ناس بتصحة بيعرف الصحة اللي فيه وعرف الخطأ اللي فيها الجمهور دلوقتي مش كله عارف كل حاجة يعني جمهور لا خلاص بقى تعلم مفحيل فيش الكلام ده بتاع زمان الخبر يتقاله قدام بتصدق فيش الكلام طيب تعال نشوف مع بعض برضو حساب كورة بلس على منصة اكس وهنا خبر متعلق بواحد من نجومنا المحترفين في الدورات الأوروبية واللي برضو الناس ربطت إمكانية انتقاله لأحد الأندية إلى النادي الأهلي وهو أصلا عنده عرض من لستر سيتي يعني كورة بلس بيقولك حقيقة مفاوضات لستر سيتي اللي ضمه مصطفى محمد في الانتقالات القادمة مصطفى بيلعب فنان تعامل مصطفى متميز مارتن نجلوفر رئيس السكاوتينج والمسؤول عن التعاقدات في لستر قال نعرف مصطفى محمد بشكل إيجابي بنرأبه بشكل فعلي ضمن اللاعبين اللي بنرغب في التعاقد معهم لكن لا يوجد أكثر من ذلك في الوقت الحالي تصرحات منطقية ولكن في وسط التصرحات دي كان دائما الناس بتتكلم على فكرة أصل الأهلي بيفقر في مصطفى محمد خلي بالك ما هو برضو ارتباط اسم النادي الأهلي باسم اللعباء بيعليها يعني حتى لو اسمه عالي هو حتى لو في نادي كبير بيعليها أكتر أنت بتكلم فهو الأهلي الأهلي عمل مشكلة عمل مشكلة مشكلة حلوة مش مشكلة وحشية مشكلة لذيذة ما تقلقش الأهلي اسم برندة عالمي اسم كبير مش بجامله يعني عشان رفقنات النادي الأهلي بالعكس اسم كبير الناس كلها عارفها الناس كلها عارفت قيمة النادي الأهلي بمشاركاته المستمرة في إفريقيا مشاركاته في كاس العالم للأندية بوجوده في محافل دولية كبيرة جدا فخلى كل الناس بتنظروا إليه فبالطالي ارتباط اسم النادي الأهلي بلاعب معين ده نجح للعب ونجح للنادي يعني لما اسم زي ده مصطفى محمد اسم كبير في طريقه إلى العالمية لو في بعض الأمور تزبطت معاه اسم كبير ارتباط اسمه بالنادي الأهلي مش عادي جدا من نسبة لأن النادي الأهلي يمكن يفوت أي حد لو شايفه إمكانياته المادية وإمكانياته الفنية وقدراته الفنية مناسبة لنادي الأهلي وقدراته المادية مناسبة لنادي المشكلة ما فيش مشكلة بس نقصد أن دلوقتي بتكلم على عروض في الدورة الإنجليزية ولعيد قيمته التسويقية وصلت مثلا لسبع مليون ده هو نفسه مش حقا هل ممكن أبقى مقتنع أن خبر زي داي يجيب حاقتنع وكيف عشان يضرب عشان يضرب عشان يضرب أنه جاب له حاجة في السوشيال ميديا جاب له جاب له فلوس جاب له 20 جنيه 30 جنيه من الخبر وورا الخبر يبقى حاجة كويسة جدا طيب حساب اليوم السابع على منصة اكس النهاردة كانوا مهتمين يتكلموا على أشرف داري ومدى جهازية أشرف داري ليه خلال الفترة اللي جاية تعرف على موعد انتظام أشرف داري في تدريبات الآلي وقالوا أن أشرف داري بيواصل تدريباته التأهلية للتعافي من الإصابة بالتوقف للأنكل والجهاز الطبي رفض الاستعجال في الدفع به في المباريات والتدريبات وإحنا قلنا الكلام ده على مدار الأيام اللي فاتت ولكن ممكن هيكون متاح للتدريبات الجامعية أول ديساندر عارف مشكلة أشرف داري إيه؟ إن اللي بتكلم حواليه كتير يعني أنا بصراحة هو خارج الناد الأهلي هو من خا... يعني الأمر هذا الأمر خارج الناد الأهلي ولكن هو من داخل أسرة مين؟ أسرة أشرف داري المفروض هو لسه معرفش يعني نظام الناد الأهلي ونتقل الناد الأهلي إيه؟ فكل حد بيطلبه في مدخلة بيدخل يتكلم ويتكلم 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 فبيتكلم كتير جدا وينفي نعم؟ لا مش يقلل فيه إعلام ممكن ياخده للتفاصيل تانية ما يتكلمش خالص أساسا يعني تفاصيل الإصابات والحاجات دي يسيبها للجهاز الطبي للناد الأهلي لأن هو المعني والمسؤول الأول يدفل الحديث عن كل تفصيلة خاصة بلعبته أنت بالنسبة لحضرتك شكرا جزيلا أنت عايز ابنك يبقى مستوى يرجع لمستوى تاني ما فيش إصابات عايز يرجع المنتخب المغربي تاني يبقى خليك أنت خلي تصريحاتك دي في نطاق السرية التامة عشان خاطر لما يتم تدول أي أخبار عشرة في داري يبقى يتم تدولها بالشكل المناسب اللي بتخرج من نادي الأهلي وده أفضل للعب وأفضل لأسرته كمان عشان يكمل في الناد الأهلي لأنه مشروع لعب كويس جدا هو الأهلي جايبوا ليه؟ هو الأهلي جايبوا يبقى بالتالي يعني حتى يكون زي يحيى عاطيت الله شوف الراجل يعني بداياته أي نعم يعني ممكن تكون ماتش اللي هو السوبر الإفريقي غلطته فالنفس أول مبارا في الموسنى بص أنا أحب اللاعب لاستفيد من خطأه يعني أنا قلت فاكر اللاعب اللي جهل الزمالك الوردي زكريا الوردي والخطأ اللي بصالي بعدها شو بيعتزل يعني كنت خايف على يحيى عاطيت الله أنه يحصل له كده لكن في النهاية أصبح يعني حسيته أنه بيمتلك عقلية جيدة جدا والأهلي قدر يحتوي وفي التالي الأمر شفتوا أنت عندك دولات يلعيب بيشوت الضربات الحرة وكأنها ركلات جزاء أنا أول ركلة بتيجي ركلة حرة خارج منطقة الجزاء بيعطيها ركلة جزاء بالنسبالي بالنسبة ليحيى عاطيته الله ودي موزة كبيرة جيدة من أهم مميزاته يا رب إن شاء الله إن شاء الله أختم معك بسؤال قبل مروح للمشاركات وسؤالي الحلقة النهاردة مجلس المهندس هنا يا بريد اللي ممكن يكون بتسكية رسمية في الاجتماع اللي جايه مع 10-12 تنتظر منهم إيه؟ مش ممكن ده خلاص يعني تبقى للهوية طيب تنتظر منهم إيه؟ ومتفائل ولا بما إنك راجل نقد رياضي وقريب جدا من المشهد ده شايفوا إزاي؟ والله بص سريعا جدا أنا العناصر اللي موجودة معها على دماغي مفوق أنا الوحيد اللي عارفوا فيهم اللي أقول أستاذ أي ناس مظهر بحكم علاقتنا يعني في الشغل مع بعض في الأهرام وكده وهي إنسانة جميلة ومحترمة لكن خلينا أقول لك إن العناصر الموجودة أنا معرفش هيعملوا إيه فين العناصر فعلا المفروض اللي هم لعب كورة حتى لو أنت هتجيب لجنة تانية لكن لا في عنصر لازم يكون فاعل وأساسي موجود هل شرط يكون فيه لعيب كورة؟ لأنك صاحب قرار خلي بالك صاحب قرار رسمي يقدر أقول عدر أتكلم فين الحكم اللي كان ممكن أجيبه هو طبعا خلي بالها حدرك من الحاجات اللي أنت تنفرد بها دايما هو طبعا عصام عبدالتاح يرجع مرة تانية رئيس اللجنة ده شيء أساسي ياسر عبدالعوف هيقدم استقالت وأكيد طبعا بس أنا أقول لك اللي جاي خبير أجنبي في حاجة محمد الناس مش واخدى باله منها الكورة المصرية أو التحكم المصري لا يحتاج إلى خبير أجنبي ليرأس اللجنة للتطوير إنه محتاج رئيس مصري موجود معاه ده يطور وده يحق معقولة الخبير الأجنبي هيعرف أسماء خمس تلاف حكم مستحيل ده اللي أخطى فيه كانت مشكلة بريرا ومشكلة كراتنبرج وإحنا عايزين خبير يطور ورئيس مصري هو اللي يمسك المنظومة فاهمني؟ ده الأهم طيب تعالي بعض بعض بقى نشوف السؤال ونشوف رأي الناس على رأيهم في أدايا المنتخب والأدايا المنتخب في مطشب تسوانة والرأس الأخضر وهل الناس متفائلة بأدايا المنتخب في الفترة الأخيرة مع الكابتر حسام حسن ولا لا هنتناول مع بعض بعض التعليقات للجماهير تمام أحمد أبو بقار بيقول أداء متفاوت لوجود عناصر جديدة والقادم أفضل بصورة مع بعض نشوف التعليقات الثانية محمد بيقول أداء عشوائي جدا كانهم مباراتين وديتين وده سبب التغييرات في التشكيل وإحساس اللي أبو بأنهم مباراتين ليس لهم أي تأثير لأن المنتخب حسم الصعود جمال بيقول للأسف نتائج غير مرضية إزاي على أرضنا ووسط جمهورنا ونتعادل أحمد بيقول أداء فن متوسط المستوى بسبب تجاهل الجمهور لحضور المباريات هدى بتقول تحياتي لحضرتك والأداء كان جيد إلى حد ما لأنك بتلعب وعارف أنك وصلت فتلعب بأريحية أتمنى في المباريات القادمة نشوف أداء أفضل من كده عبدالله شكراً كابتن حسان حسن وبقية الجهاز المنتخب المصري في طور البناء والأهم بإذن الله تعالى الوصول لكأس العالم يعني في تفاوض في الأراء ما بين الجماهير سيد منعيم نورتني وشرفتني وسعيد بوجودك معنا وإطلال فيها تفاصيل وأخبار ومعلومات إيجابية جداً شكراً يا خليك شكراً يا حبيبي بالتوفي دايماً بإذن الله في الختام بشكر حضركم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة فقرة حوارية مهمة جداً تناولنا فيها المتاح الكلام عن بعض القضايا الرياضية والأخبار المتعلقة بالنادي الآلي خلال الفترة القادمة غداً بإذن الله موعدنا مع الفقرة الأساسية كل يوم خميس فقرة التحكيم فقرة الفار اللي هيكون فيها مفاجأة من العيار الثقيل هنتكلم في تفاصيل واتضيف بإذن الله مفاجأة غداً عشان نفتح ملفات عديدة في ملف التحكيم وإلا حصل الفترة اللي فاتت وإزاي ممكن نتعلم الدرس عشان الفترة اللي جاية انتظرونا في فقرة الفار غداً في برنامج ألترينت شكراً لحضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وغداً لقاء جديد بيتجدد في برنامج ألترينت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر